مدير إدارة السير المركزية وحدة إدارة العمليات المركزية بنظامها الإلكترونية الحديث سعياً لتطوير النظام المروري والمساهمة في وضع وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم المروري والنقل في المملكة بحضور مدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو تم افتتاح وحدة إدارة العمليات المركزية بنظامها الإلكتروني الحديث سعياً لتطوير النظام المروري والمساهمة في وضع وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم المرور والنقل في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية هناك العديد من الشراكات ما بين مختلف المؤسسات الوكومية وأيضاً المؤسسات الخاصة ولقاءنا اليوم كان تقديراً لدور هذه المؤسسات وهذه من القطاعات المختلفة الدوار التي قدمتها في دعم العمل المروري وأيضاً تحديداً في دعمهم لإدارة السير من خلال المشاركة في تنفيذ الواجبات العديدة التي تقوم بهذه الإدارة اللي شفنا اليوم أن هذه المؤسسات موضوع ما كانت موجودة اليوم حبينا نجمعهم ونشكرهم ونقدر الجهود اللي يقدموا لهذه الإدارة وشاركونا في تحقيق من الأهداف العملية المرورية وزي ما حكينا خلال اللقاء هذه المساهمات وهذه المشاركات أدت في المجمل إلى تخفيض أعداد الحوادث المرورية لنتج أنها إصابات بشرية وأيضاً ما رافقها من المفايات وفي إطار التعاون بين إدارة السير المركزية ومدرية بنك الدم بوزارة الصحة تم إطلاق حملة التبرع بالدم بمشاركة أفراد إدارة الدوريات الخارجية في الحاصمة عمان تم تنصيق ما بين مدريت بنك الدم وما بين إدارة السير المركزية نحن متعودين على حملة معهم نحن معدل كل ستشور بنعمل حملة في إدارة السير المركزية طبعاً ما شاء الله عليهم جهودهم كثير كويسة ومناشطين ومشاركين يعني وحداتهم كويسة وتأتي هذه الحملة ضمن نشاطات والمبادرات التي تقدمها إدارة الدوريات الخارجية خدمة للمجتمع المحلي وتأكيداً على مقيمة